ده الصورة طبعاً الخطاب الطلب النادي الاهلي من وزير الشباب وريادة دكتور أشرف صبحي لحضور الجماهير في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المباراة اللي هتقرر إقامتها إن شاء الله يوم 26 يونيو على أستاذ الأهلي والسلام بنفس الخطاب بنفس المعنى تم إرسال أيضاً نفس الطلب إلى اتحاد كرة القدم المصري اللي بيرأس في هذه الفترة اللجنة السلسية المهندس أحمد مجاهد لاتخاذ الإجراءات خلال الفترة القادمة قلتلكوا الطلب ده تقدم في التوقيت القانوني لأن انت لازم ترسل الاتحاد الإفريقي قبل موعد المباراة ب10 أيام وبالأمس كان 15 يونيو قبل موعد المباراة بالزبط يوم 26 يونيو ب10 أيام وفي انتظار الموافقات الرسمية خلال الأسبوع المقبل طيب عايز أتكلم بقى على موافقة الصحة في تونس والجهات المعنية على حضور الجماهير نقطة كده من ضمن الكواليس عشان أشرح لكم بالزبط برضو جزئية ممكن البعض مش واخد باله منها وهي شطارة بصراحة هي شطارة للمسؤولين في تونس إزاي يقدروا يقدموا شروط وإجراءات احترازية عشان الجمهور يحضر في هذه المباراة من ضمن الشروط وهذه الإجراءات واللي انفردنا بها بالأمس وتكلمنا عن فكرة أن يكون فيه مسحى بي سي آر وتباعد اجتماعي لأول مرة في المباراة الإفريقية الجانب التونسي بيقدم شروط وإجراءات احترازية بنفس البروتوكول اللي كان بيتطبق في مباراة كأس العالم للأندية والبروتوكول اللي بيعتمد الفيفا والاتحاد الإفريقي وبالتالي الاتحاد الإفريقي لما تلقى الخطاب أنا عايز أقول لكم للكواليس الطلب تم الموافقة عليه بمثبت مية في المية ما فيش أي مشكلة الزكاء هنا منين بقى؟ رئيس الاتحاد التونسي هو دكتور وديع الجريء رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الإفريقي هو دكتور وديع الجريء فبالتالي ما بيعرف البروتوكول بتاع الاتحاد الإفريقي عشان توافع على هذا الطلب في توقيت زي ده وقت دي قبل مباراة يوم السبت وانبرح كانت الموافقة الرسمية كان يوم الثلاثة فبتتكلم في ظرف أربع تيام لك عشان تاخد موافقة رسمية انت بتقدم شروط وإجراءات احترازية بتجبر فيها الجانب الإفريقي أو جانب الكاف عشان لما يشوف الإجراءات هيلاقي بيتطبق إجراءات ما تطبقيتش في أي مباراة إفريقية قبل كده الناس اللي هتخش أو الجمهور اللي هتخش هيخضع لمسحة كورونا هيكون فيه تباعد اجتماعي هيعودوا في أماكن متفرقة في ملعب رادس فبالتالي الموافقة هتكون موجودة بإذن الله مع مباراة العودة وده برضو جزء من الزكاء اللي ما بتطلب الإجراءات الاحترازية عشان الجمهور يحضر الميزة بقى عندنا في مصر إن الجمهور اللي ممكن يحضر لما الجهات السلطات المختصة في مصر توافق أنت عندك نسبة كبيرة جدا خدوا اللقاح في مصر ما يقرب من حوالي 3 مليون رغم من الجانب التونسي حوالي 300 ألف أنت مش ممكن تعمل مسحة ده أنت ممكن تقول في إجراءاتك الاحترازية الجمهور اللي هيدخل هو اللي خد اللقاح الخاص بفيروس كورونا خلال الفترة السابقة أو اللي ممكن يعمل مسحة بي سي آر في آخر 48 ساعة فبالتالي عندك أكتر من إجراء احترازي ممكن تطبقه الفترة الجاية زي ما الجانب التونس يتعامل بزكاة في هذا الجزء وإدار يطبق إجراءات أو يحط شروط تساعد الجمهور على الحضور في مباراة رادس يوم السبت القادم طيب دي جزئية متعلقة بدعم الجماهير والهاشتاج وشرحت جزئية حضور الجمهور في تونس وإزاي نستفيد بدا إن شاء الله في مباراة العودة مع مباراة السبت القادم وإيابة بعدها بإسبوع